بدء جولة سادسة من الحوار السوري سوري في جينيف بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعلن اعادة الامن والاستقرار الى منطقة القابون والمزارع المحيطة بها ارهابي مصري هارب من ليبيا يؤكد ان تنظيم داعش يغريب الاموال والنساء من يجندهم للقتال في سوريا اهلا بكم الى نشرة الظاهرة من الاخبارية السورية بدأت اليوم في جينيف الجولة السادسة من الحوار السوري السوري بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري وكانت الجولة الخامسة من الحوار السوري السوري انتهت في جينيف في الحادي والعشرين من اذار الماضي وقدم خلالها وفز الجمهورية العربية السورية على مدى ثمانية ايام اوراقا عديدة للمبعوث الخاص كانت اولها ورقة تتعلق بمكافحة الارهاب وورقة مبادئ عامة للحل السياسي في سوريا لكن منصات المعارضة لم تقدم ردها على اي ورقة من الاوراق التي قدمها الوفد بينما انتهت الجولة الرابعة من الحوار في الثالث من اذار الماضي بالاتفاق على جدول اعمال من اربع سلال هي مكافحة الارهاب والحكم والدستور والانتخابات اشتركوا في القناة الى ذلك اكد المبعوث الخاص للامين العام للامام المتحدة الى سوريا ستيفان ديمستورا ان الجولة الجديدة ستكون مهمة في ظل مذكرة استنى حول مناطق تخفيف التوتر في سوريا وقال ديمستورا خلال مؤتمر صحفي في جينيفا من المنصف ان نقول ان هذا الاجتماع سيكون مختلفا عن الاجتماعات السابقة فجمع الوفود ستكون حاضرة وليس هناك جدول اعمال حيث اتفقنا على جدول الاعمال في الجولتين السابقتين واتفقنا على اربع سلال كلها مهمة وستمضي بشكل متوازن اعلن وزير الخارجية الكازاخستاني خيرات عبد الرحمنوف اليوم ان اجتماعات العمل التي عقدها الرئيس نور سلطان نيزار باييف مع قادة وممثلي الدول ضمن الاتفاق وقف الاعمال القتالية في سوريا اظهرت ان الاطراف تشارك بنشاط في العمل على تطبيق مذكرة مناطق تخفيف التوتر في سوريا ونقلت وكالة سبوتنك عن عبد الرحمنوف قولها للصحفيين ان اجتماعات العمل التي جمعت نيزار باييف مع ممثلي الدول الضمنة في العاصمة الصينية بكين وبشكل ادق مع قيادتي روسيا وتركيا والتي انتهت للتو اظهرت ان الاطراف منخرطة بنشاط في العمل على صعد متعددة لتنفيذ مذكرة مناطق تخفيف التوتر اعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة اعادة الامن والاستقرار الى منطقة القابون والمزارع المحيطة بها بعد سلسلة من العمليات الدقيقة كبدت خلالها ارهابي جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة بها خسائر كبيرة في العديد والعتد بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة انجزت وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة مهامها في اعادة الامن والاستقرار الى منطقة القابون والمزارع المحيطة بها شمال شرق دمشق بعد سلسلة من العمليات الدقيقة كبدت خلالها ارهابي جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة بها خسائر كبيرة في العديد والعتاد ودمرت مقارهم وتحصيناتهم وعددا كبيرا من الانفاق التي كان الارهابيون يستخدمونها كطرق للامداد ونقل الاسلحة والذخائر والارهابيين تأتي اهمية هذا الانجاز من كونه يعزز دائرة الامان في محيط دمشق ويضيق الخناق على المجموعات الارهابية في الغوطة الشرقية ويقطع طرق امدادها كما يشكل ضربة قوية للمشروع الارهابي وداعميه ومموليه وقاعدة انطلاق للقضاء على ما تبقى من بؤر ارهابية في ريف دمشق القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة اذ تؤكد عزمها وتصميمها على مواصلة الحرب على الارهاب التكفيري تجدد عهدها لابناء شعبنا الابي بان تبقى الحصن المنيع والضامن الحقيقي للامن والاستقرار وتتوجه بالشكر الى اصحاب المبادرات الوطنية لجهودهم في انجاز المصالحات المحلية كما تدعو كل من تورط بحمل السلاح للمبادرة الى تسوية وضعه والعودة الى حضن الوطن دمشق في الخامس عشر شهر ايار لعام الفين وسبعة عشر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وحدات من الجيش العربي السوري بتعاون مع القوات الرديفة تحكم سيطرتها على تلول الطفة الشرقية والشمالية الغربية شمال غرب المحطة الرابعة بريف حمس الشرقي فيما دمر الطيران الحربي اليات للارهابيين وقضى على عدد منهم جنوب مدينة دير الزور الجيش العربي السوري يصد هجمات التنظيمات التكفيرية على مواقعه العسكرية ويحبط مخططاتها ويكبدها خسائر كبيرة بالارواح والمعدات في مناطق عدة ففي ريف حماء نفذت القوات المسلحة عمليات نوعية تم من خلالها إحباط هجوم إرهابيين من تنظيم داعش على إحدى النقاط العسكرية في منطقة المجبل شرق بلدة السعنة وذلك بعد اشتباكات عنيفة انتهت بصد الهجوم وتدمير آليات الإرهابيين ومقتل اثنين منهم وفرار من تبقى بتجاه عمق البادية تاركين أسلحتهم وذخيرتهم وكانت أحبطت وحدات من الجيش هجوما عنيفا شنه إرهابي تنظيم داعش على عدد من النقاط العسكرية الموجودة بين خناصر وأفريا وقضت على أكثر من عشرين قتيلا بين صفوقهم وعلى محور دير الزور وجهت وحدات الجيش رمايات نارية بالدبابات على مجموعة إرهابية كانت تقوم بأعمال تحصين وجرف الأراضي الزراعية وممتلكات الأهالي قرب لواء التأمين الإلكتروني جنوب غرب المدينة ما أثفر عن إقاع أفراد المجموعة بين قتيل ومصاب سلاح الجو كانت له ضرباته القاسمة في حسم المعارك جراء استهدافه تحصينات داعش في تلت 17 وشاركة الكهرباء ومحيط لواء التأمين الإلكتروني على المحور الجنوبي للمدينة وفي منطقة المقابر والحميدية وخسارات وكلمات وحطلة وصفيرة على المحور الجنوبي ما أدى إلى تدمير آلية مزودة برشاش ثقيل ومقتل عدد من الإرهابيين إرهابي مصري هارب من ليبيا يؤكد أن تنظيم داعش يغري بالأموال والنساء من يجندهم للقتال في سوريا التفاصيل في هذا التقرير والسبايا هي المغريات التي يقدمها تنظيم داعش الإرهابي لمن يلتحق بركبه الإجرامي فتيان بين عمر الخامسة عشر والعشرين عاما أهداف سهلة تغريهم هذه الأمور عندما يشرعنها الإرهابيون عن طريق صبغها بالدين علي كمال إرهابي مصري عاد من مكان إقامته في ورشة لأحد إرهابي تنظيم داعش في مدينة درن الليبية كشف تفاصيل أساليب التنظيم الإرهابي في تجنيد الإرهابيين مبالغ مالية كبيرة يرسلها التنظيم إلى أهالي من ينجح في تجنيدهم عبر مكاتب صرافة في مصر تابعة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة ومن ثم يرسلهم إلى سوريا للقتال إلى جانب التنظيمات الإرهابية عبر الأراضي التركية موضحا أن الإرهابية صفوة حجازي المسؤول عن الورشة كان يقوم بنقل السلاح من ليبيا إلى الأراضي السورية عن طريق تركيا وبالتأكيد بطواطئ من نظام حزب العدالة والتنمية هو القصة بتيجي إزاي هو بيجند المصريين وبعدين يدربوا ويصدرهم لسوريا ومن سوريا بقى هو هناك بيفضل يجاهد أو بيرجح يوزع بقى بس بعد كده طبعا إيه بيعرض عليهم أنا بيت أشوف مثلا شاباب صغيرة يترد عليها فلوس ويترد عليها سبايا أنهم يسموا الستاتين أكس سبايا يروي كمال تفاصيل قصته بعد أن حلق لحيته وارتدى ثيابا بعيدة عن زي تنظيم داعش ويكشف أن المناصب التي يتولها الإرهابيون في درنا تعتمد على حجم القتل الذي يرتكبه الإرهابي هناك بعد أن يثبت ولاءه للتنظيم بارتكاب عمليات إرهابية في بلده بعد كده بيروح يجاهدوا بيقوموا بعمليات نوعية ممكن داخل البلاد تاني بيتبالاتفاق معاهم مثلا زي العمليات تفجير الكنيس مثلا في مصر زي عمليات نوعية مثلا في أوروبا أو بر مصر مثلا على سبيل المثال مثلا محمود اللي هو بتاع كنسة البتروسية دوت وعود كاذبة هكذا وصف كمال ما قدمه تنظيم داعش الإرهابي من مغريات لمن التحق في صفوفه من إرهابيين بعد أن يضمن انغيماسهم في القتل والتدمير وبعد أن لا يبقى أمامهم من خيار سوى الاستمرار في إرهابهم حتى الموت على أيدي الجيشين العربي السوري والعراقي المستمرين في مكافحة الإرهاب وفق المجلس الأعلى للاستثمار على رفع الميزة التفضيلية المضافة إلى سعر العرض السوري في المناقصات الخارجية للقطاع العام وفق المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء على تعديل الميزة التفضيلية لكافة المنشآت الصناعية من 10% إلى 15% المضافة إلى سعر العرض السوري في المناقصات الخارجية للقطاع العام عند مقارنة عرضه مع عرض غير سوري وطلب المجلس من هيئة الاستثمار السورية تعزيز التواصل مع أصحاب المشاريع الاستثمارية المتعثرة لبيان أسباب التعثر لمعالجتها وإيجاد الحلول لها ووجه المهندس خميس بضرورة البدء بالتحضير لعقد ملتقاً للاستثمار يخصص لعرض الخارجة الاستثمارية بحضور المعنيين بالشأن الاستثماري والشركاء من القطاع الخاص لفتن إلى أهمية التركيز على التطوير النوعي لعمل الهيئة لتبقى مكوناً أساسياً في العملية الاستثمارية وإيجاد الآليات الاستنهاض واستقدام الشركاء من القطاع الخاص وتحقيق الإنسيابية والسلامة في قانون التشاركية وترويج مزايا المشروعات للشركات الخاصة والتعمق بالدراسات مع الوزرات المختصة لجهة المشروع ورأس المال والمدة الزمنية والتسهيلات والإعفاءات التي سيتم تقديمها لهم لاستكمال الخطوات الإدارية والإجرائية في الوزرات المختصة واطلع المجلس على تقرير الربع الأول لعام 2017 لأعمال هيئة الاستثمار السورية الذي تضمن المشاريع الاستثمارية المحددة من قبل الهيئة في كافة المحافظات إضافة إلى سلسلة الاحتياجات الاستثمارية الموضوعة في خارطة واحدة تم إخطاعها للتخطيط والتوزيع الجغرافي بما يتنسي للمحافظات تضمنت 280 فرصة شملت مختلف المجالات حيث أنهت الهيئة بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة والمحافظات تحديد مواقع وأرقام العقارات المقترح إشادة المشاريع عليها في كل من محافظات اللاذقية وترطوس والقنيترة والعمل جار على استكمال التحديد في باقي المحافظات وأكد المهندس خميس أن دور الهيئة وتمييزها يتمثل بالترويج الواسع لمزايا المشروعات الاستثمارية وعرضها للاستثمار أو الشراكة مع القطاع الخاص كما يجب أعداد ملف خاص لكل مشروع استثماري يتضمن كافة تفاصيل وحيثيات وعقبات هذا المشروع مبينا أن الحرب أفرزت متغيرات قد تكون يومية على ألية وواقع العمل مما يتطلب تحديد الأولويات بشكل صحيح للوصول إلى استثمار حقيقي وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال في الظهيرة بعض الفاصل إعلانوا حالة الطوارئ في اليمن بسبب تفشي وباء الكوليرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على عميد الأسرى السوريين والعرب صدق المقت بسجن 14 عاما وذلك على خلفية تزويده قناة الإخبارية بصور تؤكد تعاون الاحتلال مع التنظيمات الإرهابية في سوريا هذا وتتواصل الفعاليات المؤيدة لإضراب الكرامة الذي أعلنه الأسرى السوريون والفلسطينيين في سجون الاحتلال والذي تم شهره الأول التفاصيل في تقرير خليل إبراهيم غطورة الأوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام وما يتعرضون له من قمع إدارة السجون والتنكير بهم في محاولة منها لفك إضرابهم يواصل حوالي 1800 أسير سوري وفلسطيني في سجون الاحتلال الصعيوني معركة الحرية والكرامة لليوم الثلاثين على التوالي وتتواصل مقابل السمراء للإضراب الفعاليات المساندة للأسرى السوريين والفلسطينيين المضربين في مختلف المدن والمناطق الفلسطينية حيث تستمر المسيرات والاعتصامات التضامنية فيما دعت اللجنة الوطنية لإسناد إضراب الكرامة إلى عصيان المدني ضد الاحتلال الصعيوني انتصاراً لفلسطين ونصرة للأسرى في معركتهم وذلك بتوشع حملات الإسناد والتفاعل على المستويات كافة وفي مختلف المناط وأكدت على تدويل قضية الأسرى باعتبارهم أسرى حرية واستقلال والتوجه للمؤسسات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية من أجل فتح جرائم الاحتلال بحق الأسرى الأسرى الفلسطينيون يواصلون معركة الحرية والكرامة في سجون الاحتلال وسط تعامي ما يسمى بالمجتمع الدولي عن مطالبهم مطالبين بتحقيق مطالبهم الأساسية التي تحرمهم منها إدارة سجون الاحتلال التي كانوا قد حققوها سابقاً من قلال خوض العديد من الإضرابات على مدار سنوات الأسر أبرزها إنهاء سياسة الاعتقال الإداري وسياسة العز الانفرادي وسياسة منع زيارات العائلات وعدم انتظامها وإنهاء سياسة الأهمال الطبي وغير ذلك من المطالب الأساسية والمشروع وصل السفير الأمريكي لدى الكيان الإسرائيلي ديفيد فد فريدمان إلى تل أبيب حيث سيقدم أوراق اعتماده رسمية سفيراً لبلاده هناك وفور وصوله انتقل فريدمان إلى حائط البراق بالقدس المحتلة لتأدية تقوس تلمودية يهودية حيث أنه معروف بمواقفه وتصريحاته المؤيدة لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ونيته الإقامة هناك إلى أنه طر مؤخراً إلى تغيير رأيه حيث سيقيم داخل فيلا في مدينة هرتسليا المجاورة لتل أبيب فيليام أن ارتفعت معدلات الوفاة بسبب وباء الكوليرا إلى معدلات غير مسبوقة خاصة في مدينة عدن التفاصيل في تقرير صفاء الشحود من لم يمت بالحرب مات بالكوليرا هذا حال بلد أنهكته طاحونات حرب وعدوان من النظام السعودي الذي لا يمت للإنسانية بصلة مسؤولنا في العاصمة اليمنية صنعان أعلنوا حالة الطوارئ بعد تفشي وباء الكوليرا والذي أودى بحياة عشرات الأشخاص طالبين المساعدة الطبية الدولية دومينيك ستيل هارت مسؤول العمليات لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكد أن 180 شخصاً فارقوا الحياة في اليمن جراء تفشي الوباء وسط تزايد حالات الإصابة بهذا المرض الفتاك هناك العديد من حالات الوفاة التي حصلت جراء الإسهال الحاد وهناك 11 ألف حال أخرى يشتبه بإصابتها بالكوليرا في أنحاء مختلفة من البلاد تصريحات ستيل هارت قابلتها مناشدات من محمد بن سالم بن حفيظ وزير الصحة اليمنية حيث طالب ممثل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ومسؤولين دوليين آخرين ومنظمات الإغاثة واجهات مانحة أخرى طالبهم بالمساعدة في التصدي للوباء والحيلولة دون وقوع كارثة غير مسبوقة وقد استشهد أكثر من عشرة ألاف شخص في اليمن ونزح الملايين عن ديارهم خلال أكثر من عامين من الحرب التي تشنها طائرات النظام السعودي أمام أنظار العالم بأكمله الذي لا يحرك ساكنا والتي أدت إلى تدمير البنى التحتية في اليمن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتين كلوبر يؤكد ضرورة العمل على جمع الأفريقاء الليبيين على طاولة الحوار لتوصل لحل سلمي للوضع في ليبيا وقال كلوبر في تصريح له على هامش زيارته إلى تونس إن الوقت حال لاتخاذ القرارات لأنه لا يمكن أن ينتظر الوضع في ليبيا أكثر من ذلك وعلى الأمم المتحدة الانطلاق في توحيد كل الأفكار والمبادرات من أجل جمع الفرقاء الليبيين ومناقشة كل المسائل العالقة يأتي تصريح المبعوث الأممي عقب لقاءات جمعت مؤخرا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مع رئيس المجلس الأعلى لدولة عبد الرحمن السويحلي في العاصمة الإيطالية روم رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان يوجه تهم الترويج لمنظمات إرهابية لمعارضيه ومنهم رئيس تحرير النسخة الإلكترونية في صحيفة جمهوريات المعارضة تقرير يا منديب لتبرير اعتقال معارضيه اعتاد رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان توجيه تهم الترويج لمنظمات إرهابية وفي جديد هذه التهمة كانت لرئيس تحرير النسخة الإلكترونية في صحيفة جمهوريات المعارضة أوغوز جوفين نظام أردوغان كان أصدر أمرا من المحكمة بإلقاء القبض على الصحفي جوفين الذي أوقفته الشرطة مؤخرا في اسطنبول عندما كان في تغطية لخبر وفاة المدعي التركي مصطفى البر في حادث سير والمكلف بملاحقة عدد من المشتبه بهم الموقوفين منذ محاولة الانقلاب في الخامس عشر من تموز الماضي وبحسب وكالة الأناضول الناطقة باسم نظام أردوغان فإن توقيف جوفين هو جزء من التحقيقات الجارية بشأن حملة انتشرت حتى على مواقع التواصل الاجتماعي لتشويه سمعة كل من يحارب المعارض فتحالا جولن وأتباعه وتتعرض صحيفة جمهورية لحملة عدائية من نظام أردوغان الذي سبق واعتقل عشرات الصحفيين والموظفين فيها وعلى رأسهم رئيس تحرير الصحيفة مراد صاوبنجو والكاتب قدري جورسيل ورسام الكاريكاتور موسا كارت كما حكم بسجن رئيس التحرير السابق جان دوندار لمدة خمسة أعوام وعشرة أشهر إلا أنه تمكن من الهرب خارج تركيا وكان دوندار قام بفضح دعم نظام أردوغان للإرهابيين في سوريا من خلال نشر فيديوهات توثق قيام الاستخبارات التركية بنقل أسلحة إلى المجموعات الإرهابية بواسطة شاحنات مصاعدات إنسانية مطلع العام 2014 وكانت أجهزة النظام التركي شنت إثر المحاولة الإنقلابية في الخامس عشر من تموز الماضي حملات اعتقال وإقالة لعشرات آلاف الموظفين من مختلف القطاعات المدنية والعسكرية التركية حيث وصل عدد المعتقلين حتى الآن إلى 49 ألف شخص من موظفي الدولة والأكاديميين وعناصر الأمن بمن فيهم الصحفيون والمدرسون كما تمت إقالة عشرات آلاف آخرين ننتقل الآن إلى محادثات جونيف ومن هناك مفادة الإخبارية السورية روبا الحجلي مرحبا بك روبا روبا هل تسمعيني؟ نعم روبا ما هي آخر تطورات لديك؟ طبعا قبل دقائق وفي تمام الساعة الحادي عشر والربع بالضبط انتهى اجتماع وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة دكتور بشار الجعفري مع المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان ديمستورا هذا الاجتماع الذي بدأ طبعا كما قلنا الساعة العاشرة هو أول اجتماع ضمن هذه المحادثات في الجولة السادسة لوفدنا ولكل الوفود التي لم تبدأ اجتماعاتها حتى اللحظة مع أستانا طبعا لم يكن هناك أي تصريح صحفي من الوفد السوري لكن متوقعا يكون هناك مؤتمر صحفي في مقر إقامته وليس في مقر الأمم المتحدة نحن بانتظار إخبارنا عن توقيت هذا المؤتمر لنعرف ما الذي حصل وما هي توقعات الوفد السوري بناء على ما تم في هذه الجلسة من محادثات جنيفة السادسة في الساعة الثانية بتوقيت جنيف سوف يكون هناك اجتماع بين وفد الرياضة وديمستورا وأيضا بعد الظهر وفي المساء تقريبا الساعة الخامسة سوف يكون هناك اجتماع بين ديمستورا ومنصة موسكو وبعدها ديمستورا ومنصة القاهرة إذن هذه الاجتماعات كما درجة العادة يعني تتحول إلى روتين يومي من بين الوفود ولا منصات وديمستورا لكن الفارق هذه المرة أنه لن يكون هناك مؤتمرات صحفية عقب كل اجتماع وسيكون هناك فقط إلا إذا أصدران هناك شيء نوعي يكون هناك مؤتمر صحفي لديمستورا وإلا سيكون في اليوم الأخير طبعا المؤكد بأنه سيكون هناك اجتماع بين غاتيروف وديمستورا والمؤكد بأنه سيكون هناك اجتماعات ثنائية بين غاتيروف وباقي الوفود نحن أيضا بانتظار وصول نائب وزير الخارجية الأمريكي الذي سيكون حاضر هذه المرة وهو نفس الشخصية التي حضرت في اجتماعات أستناء الأخيرة بالإضافة إلى نائب وزير الخارجية التركي بالعادة سيكون هناك اجتماعات مع المعارضة ولكن كما فهمت هنا لور بأن لا يتم الإعلان عن مثل هذه الاجتماعات ما بين الأمريكي ووفد المعارضة باعتبارهم يعني كما قيل لي هنا في هذا المقر خوش بوشل ولكن يتم الإعلان عن الاجتماع الذي يجمع غاتيروف نائب وزير الخارجية الروسي مع وفد الرياض وباقي المنصات إذن هذا يعني حتى اللحظة ما حصل كما قلنا المنصات كلا على حدة سيجتمع مع ديمستورا الساعة الثانية اجتماع مع منصة الرياض برئاسة نصر الحريري الذي أكد يوم أمس في مؤتمره الصحفي بأن اجتماع أستناء وجينيف متكاملان يكملان بعضهما البعض وهو ما كان اشترى إليه ديمستورا والذي لمسنا من خلال بعض الأحاديث الجانبية التي جمعتنا مع عدد من الصحفيين ربما أو من المراقبين بأنه كان هناك حرص من ديمستورا بأن تصبح طقوس جينيف هذه المرة شبيهة بالطقوس أستناء لناحية حضور الإعلام أين يحضر الإعلام متى يحضر الإعلام طريقة إدارة الجلسات حتى طريقة توزيع اللاقعات وهناك حرص واهتمام كبير من ديمستورا للخروج بشيء إيجابي أكثر من الجولات السابقة في جينيف على الأقل يلحق بركب أستناء والذي اعتبره بأنه أطفاء الكثير من الأجواء الإيجابية ربما التي مهدت لانعقاد هذه الجولة سريعا في مثل هذا التوقيت ويريد أن يستثمر هذا الزخم الذي أفرزته اجتماعات أستناء في جولة جينيف السادسة الحالية بالرغم من أن ديمستورا لوروى للتفكير فقط في الجولات السابقة لم يتوقع خرق وقال بأن مؤتمر أستناء هو منفصل عن مؤتمر جينيف ولا دخل لأي مؤتمر أو لأي مسار بالآخر لكن هذه المرة كان التقييم مختلف تماما قال نحرص بأن يكون هناك نتائج ونتوقع بأن يكون هناك أمور نوعية مختلفة عن ما حصل في الجولات السابقة وقال بأن مسار أستناء وجينيف يكملان بعضهم البعض ولا يمكن لمسار أن يستغني عن الأقل كل هذه الأمور هل فعلا سوف تقود إلى أن يكون هناك شيء نوعي؟ أما على الأكس تبقى الإيجابية في إطار فقط المواقف الأعلامية والتصريحات بعيدة عن أن تتناول أي شيء جوهري في نتائج المحادثات على كل حال نحن أمام أربع أيام من هذه الجولة السادسة متواصلة قد يكون من المبكر الحكم منذ الآن بأنه لا نتائج أو سوف يبقى فقط واجهة أعلامية وقد يكون من المبكر أن نضع التشاؤم أو أن تفاءل نصب عيوننا ونحن نغطي هذه المؤتمر ولكن بالنظر إلى كما قلنا مواقف وتصريحات الوفد الرياض وهذا يعكس بطبيعة الحال الأجندة الإقليمية والدولية التي تحركه لن نتوقع شيء الكثير من هذه الجولة وبانتظار إذن ما ستحمله الساعات والأيام القادمة من عمر هذه الجلسة نعم روبا ونحن بانتظار كل جديد في الدقائق أو الساعات القادمة شكرا لك مفادة الإخبارية روبا الحجلي من محادثة جينيف فصل جديد من فصول الأزمة بين ألمانيا والنظام التركي بعد إعلان برلين أنها تدرس نقل قواتها من تركيا بعد منع برلمانيها من دخول قاعدة أنجرليك تقرير زينب مخلوف جولة جديدة من السجال والتراشق الإعلامي بين ألمانيا والنظام التركي تفتع على سطح العلاقات المتوترة أصلا بين البلدين بالرغم من أنهما عضوتين في الناتو ويعد هذا الاشتباك العاشر بين برلين وأنقرة في غضون سنة بعد إلغاء فعاليتين لتركيا في ألمانيا في الوقت الذي اعتبرته تركيا أنها رد فعلا على قيام السلطات التركية باعتقال مراسل صحيفة ديفيلت الألمانية في تركيا وليشتعل فتيل التوتري مجددا بعد رفض تركيا عدم السماح لوفدا من النواب الألمان بزيارة الجنود الألمان المتمركزين في قاعدة أنجرليك الجوية في تركيا الأمر الذي أسفت له المستشارة الأمريكية أنجل أميركل واعتبرت برلين أن قرار حظر زيارة الوفد الألماني إلى القاعدة الموجودة في جنوب تركيا غير مقبول وقال ستيفن سايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية أن بلاده ألمانيا تدرس نقل قواتها خارج تركيا بعد حظر زيارة وفد برلوماني لقاعدة أنجرليك وفي إشارة للبحث عن بديل لقاعدة أنجرليك متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية صرح أن الأردن تتوفر فيها أفضل الظروف لنشر القوات مشيرا إلى أن ألمانيا بحثت أيضا في إمكانية نشر القوات في الكويت وقبرص منذ حظر تركيا زيارات النواب الألماني العام الماضي ومحذرا من أن أي خطوة ستستلزم نقل مئات الحاويات من المعدات وسيستغرق ذلك أشهر عديدة وذكرت تقارير بأن النظام التركي اتخذ هذا القرار بسبب موافقة ألمانيا بشكل مبدئي على منح اللجوء السياسي لجنود أتراك تتهمهم أنقرة بالمشاركة في محاولة الانقلاب العام الماضي ضد حكومة الرئيس راجب أردوغان ويوجد 250 جنديا ألمانيا متمركزين في إنجرليك ضمن التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم داعش الإرهابية ويعود تاريخ التوتر بين الدولتين بسبب قضايا تشمل مزاعم بتورط رجال دين أتراك في ألمانيا في التجسس وتنامي القلق الألماني بسبب الإجراءات الأمنية التي تتخذها تركيا ضد المعارضين المنشقين واتهام أنقرة لبرلين بأنها تأوي عناصر من حزب العمال الكردستاني ويساريين متطرفين من حزب التحرر الشعبي الثورية جبهة وهو حزب تركي يتبنى الأيدولوجية الماركسية اللينية الثورية الشرطة الإيطالية تفكك وعصابة يعتقد أنها تسللت إلى أحد أكبر مراكز استقبال المهاجرين واستغلت طالبي اللجوع تقريرها في شرف الدين لا تزال أزمة المهاجرين إلى أوروبا تشكلها جسا بالنسبة للدول الأوروبية التي أبدت عجزا واضحا في معالجة أزمة كانت أحد أسباب نشوئها إيطاليا التي تعد المحطة الأولى على طريق الوصول إلى أوروبا أعلنت عن تفكيك خلية تابعة للمافيا تعمل على استغلال المهاجرين على أراضيها فقد ذكرت الشرطة أنها فككت عصابة يعتقد أنها تسللت إلى أكبر مراكز استقبال المهاجرين في إيزولا ديكابوريزيوتو واستغلت طالب اللجوء تحقيقات الشرطة أفادت أن عائلة أرينا التابعة لأحدى أكبر عصابات المافيا تمكنت من تكوين ثروة عبر تقديم الخدمات للمركز الذي يأوي 1500 مهاجر وسيطرت عليه لمدة عشر سنوات واستحوذت على أموال الدولة المخصصة للمهاجرين رجال الشرطة شاركوا في هذه العملية التي جرت وألقوا القبض على 68 شخصا متهمين بالارتباط بالمافيا والابتزاز وحمل السلاح بشكل غير قانوني والاختلاس على حساب الدولة ومن بين المعتقلين ليوناردو ساكو رئيس رابطة ميزير كورديا الكاثوليكية التي تدير المركز والذي كان قد تبهى بعلاقته مع شخصيات سياسية نافذة كما اعتقلت الشرطة القص أدوارد ثوكورديو تفكير بالعنوين بدء جولة سادسة من الحوار السوري السوري في جونيف بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعلن إعادة الأمن والاستقرار إلى منطقة القابون والمزارع المحيطة بها إرهابي مصري هارب من ليبيا يؤكد أن تنظيم داعش يغري بالأموال والنساء من يجندهم للقتال في سوريا ألقاكم على رأس الساعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة